أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة ستينجا شمال لبوركينفاسو وأصفر عن عشرات الضحايا من المدنيين وفي بيان الوزارة الخارجية تقدمت مصر حكومة وشعبا بخالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينفاسو الشقيقة والأسر الضحايا مؤكدة على وقوفها جنبا إلى جنب مع بوركينفاسو وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب شكرا